موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راشيد عزي رئيس جمية الموبل إدريس للأعمال الاجتماعية لموظف أعمال إدريس هذه الجمعية التي أصبحت منذ هذا اليوم رابع تجنب 2013 تحمل بسم جمية الأعمال الاجتماعية لموظف أعمال إدريس هذا اليوم الذي أعرف العقاد جمع العام لعادة الجمية بحضور للمنخلطين والمنخلطات بالقاعة الكبرى لقصر المؤثمرات بفاس افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم بعدها كلمة صحيب بكل الحضور والشكر لجميع المنخلطين والمنخلطات على الثقة التي وضعوها في هذا المكتب المسير والتي يتوخوا من خلالها حرصهم على حضور الاجتماعات والدعم والمساندة حتى تتمكن هذه الجمعية بفضل الله تعالى من السير القدما في الطلب الصحي كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعمنا لعقد هذا الجمع والظروف الحسنة التي مرت فيه أعطيت بل على ذلك كلمة إلى السيد الكاتب العامي الجمعية وأمين مال الجمعية لتقديم التقريرين الأدبي والمالي والبرامج المسطرة خلال المرحلة المطبئة وكذا مشروع تعديل القانون الأساسي والقانون الداخلي حيث والله الحمد التقرير الأدبي كان يحتوي على حصيرة إيجابية بالمقارنة لفترة القصيرة التي قضاها هذا المكتب على رقص الجمعية حيث أشرق هذا التقرير أولا إلى توزيع كمية هائلة من الدقيق على شريح كبير من المرتبين دون السلم الثامن وأعوان العاش الوطني فاقت 400 مستفيد في شهر رمضان والعامل نشكر بهذه المناسبة السيد والي ولاية جهة فاس بولمان والسيد كاتب العام للولايات رئيس مجلس العامل مسؤولي المكتب الغطن للحبوب القطاني رؤس الأقصى الذين سهلوا والمحسنين من أصحاب أم الطاحن جزاء مباخر ثانيا حفل حناء لفتيات الموظفين والموظفات ليلة القدر بالقاعة الكبرى لفاس المدينة والتي إفاق عدد مستفيدات 160 عرفت توزيع هدايا حلويات مشروبات بالإضافة إلى فقرة تنشيطية لهذا الحفل وفولكلور وحضرية وحضرية هذا الحفل بتغطية إعلامية كبيرة نقطة ثلثة في إعتقال الأدبي والحملة الطبية التي قامت بها الجمعية في الموامبر الماضي بتعاون مع مندوبية الجهوية للصحة والمكتب الصحي للعمل للكشف عن سلطان التدي والتي عرفت نجاحا كبيرا تجندت له خمسة طبيبات ومدواردتين تشكرتنا للأطور الطبية والأعضاء المندوبية الجهوية للصحة رابعا في التقري الأدبي الاتفاقيات والشراكات المبرامة مع بعض القطاعات حول الخدمات الممكن تقديم مرة وكانت مفصلة ومتنوعة تم وضعه كذلك المنخرطين في نقطة إضافية والمنخرطات في نقطة إضافية في الصورة الحالية لمشروع الذي الترفيه الموزمائي وزجاثه حيث تطرقنا إلى المراحل التي قطعها بفضل الخطوات الأولى للمكتب الصابق مشكورني على ذلك والموالية للمكتب الحالي تقدمت بعد ذلك أمينة المال بالتقري المالي والذي كان مفصلا على العمليات المالية والتي حرص الجميع على ترشيد نفقته بعد ذلك فتحنا باب المناقشة والتي كانت مصفيدة وتطبعها الجدية وروح مسؤولية حيث صبت تدخلات الحاضرين بالتنويل بأعضاء المكتب ومساندتهم له وقدمت مقترحات لم تكن تتعارض مع توجهات المكتب النسيح حيث حضير التقريرين الأدبي والمالي بالمصادقة وبعد ذلك الترحة للمناقشة بعض التعديلات تهم القانون الأساسي في أفق ملائمته مع توجهات والمنخرطين والمنخرطات حضيت كذلك كلها بالمصادقة هذه الحاصلة الإيجابية والمتنوعة لم تكن لولا تضاف الجهود حيث نجدد تشكراتنا للسيد الوالي والسيد الكاتب العام ورئيس مجلس العاملة وعضائه ونطمع فيهم خيرا للمزيد من الدعم والمساندة والعالي تشكراتنا للحضور الكريم وفي الأخير نتقدم بآيات الولاء والإخلاص إلى السبة العالية بيداه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإلى الأسرة العلوية الكريمة وشكرا لفاس نيوز على هذه التغطية الإعلامية وشكرا لجميع